هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية تضمن البروتوكول الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية وذلك من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية إلى جانب قيم المعهد بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية